اشتركوا في القناة وبما تتمتع به من مصداقية وموضوعية والتزام وطني في نقل الأحداث ومتابعتها والدفاع عن قضايا الوطني ومصالحها استقبل جلالة الملك المفدى حفظه الله في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة رؤساء تحرير الصحف المحلية والقائمة بأعمال مدير عام وكالة أنباء البحرين وذلك بمناسبة مشاركة جلالته في أعمال القمة العربية في الأردن الشقيق ورحب جلالة الملك المفدى بالجميع منوها بحضورهم وتواجدهم المميز في هذه القمة المباركة كما أثنى جلالته على جهودهم الوطنية المخلصة في خدمة الوطن والمواطن وأبرز منجزات ومكتسبات البحرين الحضارية والتنموية وأكد جلالة الملك المفدى حرصه الدائم على كفالة حرية الرأي والتعبير التي هي العامل الأبرز في زهار الصحافة الوطنية مشددا جلالته على أن البحرين وطن الجميع داعيا إلى التركيز على كل ما يخدم القضايا الوطنية والتأكيد على الوحدة الوطنية انطلاقا من تاريخ البحرين وتراثها الحضاري العريق وتطرق جلالة العاهل المفدى خلال اللقاء إلى الإنجازات العظيمة التي حققتها مملكة البحرين في شتى الميادين مشيدا بما وصلت إليه المملكة من تقدم وتنمية وما حققته من ريادة في شتى المجالات بفضل سواعد وجهود أبنائها كافة كما أشار جلالته إلى أهمية انعقاد القمة العربية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية والذي يستوجب توحيد الجهود والعمل المشترك لمواجهة كافة التحديات والمخاطر مؤكدا على النجاح الذي حققته القمة وذلك بمشاركة هذا العدد الكبير من أصحاب الجلالة والسمو والفخام قادة الدول العربية الشقيقة مثمنا جلالته جهود أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في إنجاح اجتماعات القمة شاكرا لجلالته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى حسن التنظيم والإعداد الجيد للقمة وأكد جلالة العاهل المفدة تأييد مملكة البحرين لكل المبادرات ولأي جهد وتحرك عربي يهدف إلى خير الأمة العربية ويعزز وحدتها ويحفظ لها أمنها واستقرارها وقد أعرب رؤساء تحرير الصحف المحلية والقائم بأعمال مدير عام وكالة أنباء البحرين عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان والعرفان إلى جلالة الملك المفدة على توجيهات جلالته السامية الكريمة مثمنين بكل التقدير والاعتزاز دعم ومساندة جلالته اللامحدودة للصحافة والصحفيين والذي كان له الفضل فيما تشهد الصحافة البحرينية من تطور وتقدم وما حققته من إنجازات مهمة مؤكدين على مواصلة الجهود للنهوض بمسؤولياتهم لخدمة الصحافة والصحفيين وتطوير مسيرة العمل الصحفي في مملكة البحرين